السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويهل ترى سعيد بوتفليقة فعلا هو فاعل في الجزائر أم مفعول به وقبل من تحتى يا سعيد بوتفليقة نطلب من الإخوة والأخوات هو أنه قبل ما تصدر حكم اسمع الكلام تاعي خدم رأسك خدم عقلك خدم أخك الأشك هو أنه ضعاف الحجة ومحدودي الفكر هذو راكين منهم اللي راه يقول لك باللي هذا شيئات شيئات لسعيد بوتفليقة هما من أجل خدمة هذا التيار اللي راني رح نتحدث لكم عليه يستعملوا هما هذه الأسليب نتعد تشويه ونتعد تضليل من أجل خدمة هذا التيار قبل ما نتحدثوا على سعيد بوتفليقة أولا لازم نتحدثوا على أخوه عبد العزيز بوتفليقة كذا شو وصل للحكم سعيد بوتفليقة هل ترى هو اللي راه يحكم؟ أم راهم يحكموا فيه أم راهم حاطين وهما فقط على جلبة هما يتخبوا من وراءه والآن حان الوقت على جلبة هما يهيجوا الشارع لماذا؟ على جلبة هما قال راه بوتفليقة هذاء وميتها وخوه هو اللي راه يحكم وبالتالي لازم الشعب ينتفذوا لازم الشعب وذلوه وشعب كذا ولازم الشعب يتحرك على جلبة هما يمكنهم باش هما يعودوا يستولوا على السلطة لأنه خسروا بعض المواقع فيها ما خسروا هاش كلها خسروا مواقع فيها حوث هما هذيك المواقع اللي خسرواها يعودوا يسترجعوها على جلبة هما يبقوا يميعوا في الشعب الجزائري ويبقوا هما ينهبوا في الخيرات تها الشعب ويبقوا هما يستنزفوا في الطاقات تها الشعب الجزائري من أجل خدمة نتاع المصالح نتاعهم وضرب الأصالة وضرب الهوية نتاع الشاب الجزائي إذن هذا عبدالعزيز بوتفليق كلكم على بالكم باللي هذا كان يخدم مع هواري بومدين في مرحلة ما وهواري بومدين هو كان بطبيعة الحال كأغلب السياسيين يحطوا بعض الناس هكذا من أجل خدمة ملفات معينة هو كان في الواجهة الخارجية وعلى بالكم باللي الجزائر كانت في تلك المرحلة عندها مشكلة مع المغرب وعندها مشكلة مع فرنسا بالتالي هو كان ثم في هذه الواجهة ولكن القرارات الرئيسية تصدر من عند هواري بومدين يكذب عليكم كاذب اللي يقول لكم باللي بوتفليق هو اللي كان يحرك في السياسة الخارجية بومدين هو اللي كان يقرر المهم عشية الوفاة هواري بومدين ربي يرحمه كان هناك سراع بين بوتفليقاء ومحمد صالحي حيوي وكان هناك بطبيعة الحال فكر موجود في الجزائر من بكري ولا زال كاي الناس اللي عندهم هما تكوين هكذا فرنكوفوني وكاي الناس اللي هما عندهم تكوين عربي يعني قرره في مصر وقرره في العراق وقرره في سوريا وقرره في دول العربية هكذا مختلفة في تونس قرره في الزيتونة وكان لي قرره في المغرب المهم هذا التيار هذا حتى رأوا نزار رأوا هدرها في بعض المداخلات هذا التيار بعد ما راح بومديين ووصلوا الشاذلي هذا التيار بدأ يطلع كان وراءه نزار كان وراءه العربي بالخير كان وراءه التواتي كان وراءه جهات أخرى وبدأ هو يتمكن من السلطة وتمكن منها تمكن منها خاصة بعد إبعاد الشاذلي تمكنوا جيدا فيما بعد جاء هذا التوفيق هو لقاها طيبة فيما بعد هو استغل هذه المأساة في الوقت هذاك من أجل خدمة هذا التيار ذرك هذا التيار هذاك هو حاكم المفاصل من الدولة الإدارة الوزارات البلديات الولايات كل شيء حاكمين المؤسسات الكبيرة اللي يعني متحكمة في المفاصل من الدولة البنوك البوست الموانئ المطارات الصناتراك السياحة النقل حاكمين يعني كما نقوله اللي كلي حاكمين المفاتيح من الدولة ذرك لما أقالوا الشاذلي زروال زروال جابوه زروال جابوه زروال هو لا ينتمي لهذا التيار ولكن زروال جابوه في تلك المرحلة لأنه المؤسسة انتع الجيش كان طرحت الترتق وبدأت ديجا بدأت عمليات انت تمرت ذرك لما جابوا زروال جابوه من أجل الضبط المؤسسة العسكرية وزروال استطاع في فطرة قصيرة هو أنه يستقطب بعض يعني الشخصيات من التيار الوطني يعني في فطرة قصيرة لكن لما شافوهما بدأت الأمور تنظبط داخل المؤسسة العسكرية ولو على حساب الشعب لأنه كانت فيه فطورة كبيرة بحيث هو أنه وقعت كثير من المجازر يعني فقط هو أنه تذكر بمجزر انتع بنطلحة وانتع الرمكة المهم ذركهما لما شافوه باللي راح وراح يتمكن من المفاصل انتع الدولة باستقطاب هذيك الشخصيات الوطنية وسيما التيار اللي كان موجود في الفئة دين تاع المجاهدين من أبناء الشهداء إلى غير ذلك أمتوا على عائلة الثورية وهما دارولو بتشين هما ما كانوش يقصدو بتشين كانوا يقصدو في هذا التيار على جلبه يبعدوه تيار الوطني هذا باش يبعدوه نهائيا من المقاليد انتع الحكم لأنه هذا التيار الوطني راح يشكل عليهم خطر فيما بعد هو زروال عرف باللي راح هو المستهدف وهذا راح انسان عسكري وراه يعرف العسكر ويعرف هذا التيار ويعرف المفاصل تاع الدولة ويعرف بالتالي هو إما انه راح وراح يدخل في مواجهة والمواجهة راح تكون بثمنها مش قضية انتع شخص قال مثلا هو انه اه يقتلوه والله نه إما انه يدخل معهم في مواجهة وبالتالي راح وراح يزيد يدخل البلاد في هاوية والبلاد كانت تبحث على جلبه الناس كيفاش يتخفف من هذيك الفاطورة وكيفاش يتجفف المنابع انتع الدم هذيك فاذا بيلقا روحه باللي راح وراح يدخل في الحيط هو والناس اللي معاه هو وش ولا دار دار الاستقال انتاعه بدل من الاعلان متاع الاستقال انتاعه قالولو اودي اعلن عن انتخابات رئاسية لانك انتا لما تعلن باللي عن استقال انتاعك مع انتا انه فيه تيارة راح واثغط عليك وبالتالي راح تزيد تعود تحطنا امام المحرقة بعد ما كنا احنا حابينك على جلبه انتا تسهم معنا على جلبه كيفاش احنا على الاقل هو انه نخفه من الفاطورة ذرك زروال هو استجاب خاصة هو انه جوليه عن طريق بشير بومازا وهذا الكلام راح نتحدثنا فيه في وقت سابق اذا انتعوطاني وفي تسجيلات مختلفة على اليوتيوب ذرك زروال هو اعلن عن انتخابات رئاسية شخصيات اللي تقدموا ربما الواحد اللي كان ربما كان راح رايحي يخدمهم ما قدروا شيفوته اللي هو احمد غزالي ما قدروا شيفوته وبالتالي كانوا امام خيارين اما انهم يخلوا الامور تمشي كما هي وبالتالي كانت الكفة رايحة الاحمد طلب الابراهيمي كان هو اللي رئيس كان تيار الوطني في ذلك الوقت والتيار الاسلامي كانوا متعاطفين معه بشكل تقدر تقول مطلق وفيما بعد هذا التيار هذا اللي لابده هو ان يقطع الطريق ربما انا اقول هذا احتمال ربما يكونوا هما في تلك المرحلة سربوا معلومات من اجل اقناع حمروش و احمد طلب الابراهيمي اجل باش يخليه لهم الطريق هذه القناعة اللي وصلت لها هنا مع مرور الوقت ربما هذا احتمال ذرك عب العزيز بوتفلي قالي انه هو هو كما يقولوا اخف الاضرار ربما لو كان خلوا احمد طلب الابراهيمي كانوا رايحين يخسروا المعركة يعني في الطرق قصيرة او لو كان خلوا حمروش هما خلوا بوتفليقة ودعموه عن طريق جهاز المخابرات وتحديدا الجنرال توفيق واسماعيل العماري والجماع اللي كانوا معه في تلك المرحلة بوتفليقة بدأ يجري كانت في ذلك الوقت الجزائر كانت تعاني من ذائقة مالية وكانت هناك ازمة اقتصادية خانقة هو استعان ببعض الملوك نتاع الخليج وعنده علاقات مع فرنسا ومع جهة اخرى ومنحظه منحظه هو انه طلع البترول يعني كانت هناك الحرب نتاع العراق منحظه هو طلع البترول ذرك لما طلع البترول بطبيعة الحال اللي داخلت الدولة طلعت وبالتالي هو استطاع انه يستعمل هذيك المدخل تاع البترول واستطاع هو انه يشري بها كثير من الذمم كثير من الشخصيات اللي هم ادخلوا في طي النسيان كان اللي شراهم كان اللي يشبدهم كان اللي اعطالهم مشاريع كذا المهم استطاع هو في مرحلة معينة قبل ما هو يدخل في هذه المرحلة تاع المرض الكبيرة ذرك لما هو يدخل في هذه المرحلة تاع المرض الكبيرة بطبيعة الحال هو مش انسان سهل هذا رابط فليقة كما كنت نقول لكم منذ قليل كان يخدم مع ابو مدين ويعرف بعض الملفات ويعرف بعض المفاتيح وكين كثير من المجاهدين اللي هو ما يقدروه على هذا الاساس انه كان مع ابو مدين يقدروه على هذا الاساس ولكن في المقابل كيني الناس اللي رفضينه رفضينه منذ البداية ذرك هذا تيار هذا لما بطفليقة بدأ يمرض تيار هذا بدأ يبدأ العفل لعباء لجلبش هو يستعيد بعض المواقع انتعو وبدأوا هما في حملة حملة ممنهجة وبدأ هنا بدأ يظهر هذا سعيد بطفليقة لخطر هو هذا بطفليقة واضح من انه ما عندوش الثقة فيهم لو كان جا عندو الثقة فيهم لو كان راو يدوي في عين النعجة هو ما راوش عندو الثقة باش يدوي في عين النعجة يروح الى راح العين النعجة عرفوا بالليمات هو يروح الفولدوغراس يروح الفولدوغراس يخرج لانه ما عندوش الثقة فيهم وهذا خوه مهما يكون الامر هو خوه ما راوش راح يخرج لأيب انتعو يعني ماهما يكون الأمر راكم تعرفوا باللي في البلاد كيف شراء الأمور تمشي كثير من الناس يعني رئيس بلدية رئيس دائرة ولي يروحولوا الناس لما يحبوا يقضيوا المصالح انتاحهم يروحولوا عن طريق نسيبه عن طريق نسيبته عن طريق خط المر انتاعه عن طريق بنت عم خالت بنت جداه ويروحولوا عن طريق الأقار بنتاعه عن طريق الأصدقاء انتاعه عن طريق المحيط انتاعه على جلبة شوما يخدموا الملف انتاحهم فما بالكم انتوما اخو الرئيس رئيس شرعي ما هو الشرعي جاب التصوير رأى هو رئيس كي الناس اللي رأى مذركهما على بالهم باللي رأى الكاشين تعبوا تفليقة لما يرد تره مراسلة من عند الرئيس تنحيات بعض الشخصيات هكذا مدنية جنرال توفيق في وقت من الاوقات هو اللي اقترح هذا القيد صالح هو اللي احطه وكان في باله هو هذا القيد صالح هو السهل المانيبولانسيون يقدر يمانيبوليه يقدر هو في مرحلة من المراهل اللي يستعملو قال اودي يلا بوتفليقة يلا نهزوه نحطوه في بلانكار ويلا ونديوه ذرك هذا القيد صالح لما اعطالو هكذا بوتفليقة صالحية ولا هو يتعامل مع الرئيس ولا يتعامل مع بوتفليقة مباشرة ولا صار هذا التوفيق خلاص لما جات هذه القضية منتاع العمليات تيغن تورين والعمليات هذه اللي صارت في تونس ولقاوا بالليل جهاز المخابرات متورط وهذه كنت تحدثتكم عليها في وقت سابق وراهوا اكدها فيما بعد أن يصرح ماني ولو بالصيغن دعوه المهم كنت تحدثتكم فيها في وقت سابق هما استهدفوا هذا جنرال توفيق وكانوا عارفين وخاصة بعد المرض انتاع بوتفليقة المرة الأخيرة في فالدوغراس خطر هو هذا جنرال توفيق لما راحت بوتفليقة فالدوغراس حركلوا جمعاً تالأحزاب وبعض الصحفيين والناس اللي راهم مكلفين بالمهمة في الخارج على جلبة شو ما يستخدموا هذه المادة انتاع دسطور لما فشلوا في هذه القضية اتاع استخدم المادة حبوا الآن يستغلوا هذه القضية انتاع تبوهم وههم عودوا حركوا مجموعة على جلبة شو ما يتحركوا باش عن طريق الشارع يستخدموا هذه المادة من الدستور اللي تمكنهم من استعادة هذه المواقع لذلك هذا سعيد بوتفليقة لا شك هو أنه عنده ناس رهم معه لا شك في ذلك سواء من كانوا من أرباب المال والله من بعض القيادات في الجيش كين منهم اللي كما كنتم قللكم أنا منذ قليل لما هم يحبوا يقضيوا حاجة في البلدية يقضيوها ويرحوا يستعملوا ناس فما بالكم أنتوما أخو الرئيس هم رأهم حابين يستعملوا الكاشينتا بوتفليقة قالوا أطلب بارك قول بارك الحاجة اللي تقولها نفذها لك هذا الناس اللي رأهم يستهدفوا ذركهما في هذا سعيد بوتفليقة هما لا يقصدون سعيد بوتفليقة في شخصه وإنما يقصدون المنصب انتع الرئيس حابين هما يحوطوا به وذك خاصة بعد ما ذرك رأهم تم التعيين هذا انتا ويحيا ركم على بالكم به باللي رأهم يختم هو مع الجهاز تعمل مخابرات وهذه مش حاجة جديدة منذ زروال والتيار هذاكم تعرفوه تيار استئصالي وكاين منهم كاين بعض الناس اللي يقولك هذا باللي رأهم قبيل كاين منهم اللي عربوا يخدموا بهم يخدموا بهم مدون هو أنه نذكر لكم الأسماء انتحم كاين الناس اللي رأهم يخدموا بهم صحفيين كاين عسكر من هذو المتقاعدين من الناس اللي خرجوا رأهم في الخارج كاين اللي رأهم في الخارج وكاني اللي رأهم في الداخل رأهم يخدموا بهم العنوان انتاحهم هو سعيد بوتفليقة لكن هما لا يقصدون سعيد بوتفليقة وإنما يقصدون المنصب انتع الرئيس ويحوسوا يهيئوا الأرضية ويخلقوا المبررات ويهيئوا الأوضاع إلى جلب بشهما يمكنهم هذا الوضع من استعادة بعض المواقع حتى بشهما يسيطروا حاولوا في وقت سابق من أجل تعيين علي بن فليس بن فليس خدموا به المهم هما لما فشلوا في القضية هذي كانت تعبان فليس الآن هما راهم على بالهم باللي بوتفليقة راهوا تعبان وراهوا مريض وما يقترش يتحرك نهائيا قاعدين هما ناس راهم في السلطة في القيادة انتاع الجيش هما ماذا بهم باش يخدمهم هذا سعيد بوتفليقة راهم هما يرتبوا في أمورهم وراهم يهيئوا في الأوضاع وكاين تيار هذا اللي يفقد المناصب انتاعه وفقد بعض الامتيازات وفقد بعض المواقع راهم يحاول يستعيدها باستهدف بوتفليقة ما يروحوا شما يستهدفوا بعض القيادة في الجيش يروحوا يستهدفوا هذا سعيد بوتفليقة إذن فيه هما راهم هناك سراع كل هذا السراع ضاير من أجل الخليفة انتاع بوتفليقة هذه القاضية كي الناس هما يخدمهم سعيد بوتفليقة سواء كانوا من أرباب المال ولا من بعض القيادات في الجيش وكي الناس هذا سعيد بوتفليقة هو يعيقهم يعيقهم مش في شخصه حتى باش هما يستعيدوا المقاليد انتاع الحكم وفيما بعدهما يبقاوا مستمرين في نهب انتاع الأموال تالشعب في استنزاف الثروات انتاع الشعب واستنزاف الطاقة تالشعب وتبقى الجزائر راهينة عندهم وتبقى هذه الأجيال راهينة عندهم هذه باختصار يعني ما يجري حول سعيد بوتفليقة إذن المستهدف هو ليس سعيد بوتفليقة وإنما هو المنصب انتاع الرئاسة استهدفوا زروال عن طريق بتشين واستهدفوا شخصيات أخرى مش غير هذه راهة أمور معروفة ذرك هذا بوتفليقة راه ما يستهدفوا فيه عن طريق خوه ولكن بوتفليقة على بينهم به باللي راهوا خلاص راهوا يحتضر هما راههم يحوسوا على جلبة شوما يهيئوا الأوضاع على جلبة شوما يستعيدوا المواقع ويستعيدوا هذا المنصب انتاع الرئاسة وانتاع الأركان وانتاع كذا حتى باشهما يبقوا مستمرا في الحكم ويبدلوا الواجهة ويبقى الشعب يتخبط لذلك نطلب من الإخوة والأخوات إذا كان سمعتوني داءات من أجل التحرك للشارع كاين بعض الناس اللي ينتاذوك لما تقولوا هذا الكلام كاين بعض المعارضين اللي راههم ذلك هو ما راههم يخدموا فيهم يخدموا فيهم ويقدموا لهم في الخدمات الجليلة راهما عندهم نواب في البرلمان راهما عندهم وزارة في الحكومة راهما عندهم الأماكن انتاحموا العملاء انتاحموا في كل مكان في الوزارات في الحكومة في البرلمان في مجلس الأمة في البلديات في الولايات في السلك الدبلوماسي في الإدارة متحكمين في مفاصل الدولة عن طريق هذا الجهاز انتاع المخابرات لا شك هو أنه خسروا بعض المواقع هذا لا شك فيه ولكن مع ذلك ما زالوا عندهم العملاء إذا كان راحا في صف اللول وصف الثاني وصف الثالث راهما ما زالوا صف الرابع وما زالوا صف الخامس وصف الثانس وقادرين يعودوا يرجعوا وقادرين هما يستلموا السلطة لذلك نطلب الإخوة والأخوات من فئات الشعب المختلفة من الناس اللي تسمعوننا من الناس اللي يثقوا فينا ما لازمش تعاودو تنخدعوا هذا بوتفليقى سعيد وهو فقط كيف ما يقولوا فيزيبل فهمتوا راهو هو فقاعة راهو واجهة لا شك هو أنه راهو عنده بحكم هو أنه العلاقة مع أخوه علاقات أشقاء مش يقال علاقة ودية ولا علاقات أشقاء بحكم هو أنه يثق فيه لا شك هو أنه راهو يتصرف في بعض الأمور وكذا لكن كالناس اللي راههم ذرك هما يضربوا له في البروصة ويضربوا له في الشيطة كيف ما راهو يضربوا فيها الرؤساء البلديات والولاة والوزراء والقيادات المختلفة من الجيش راههم تلقوه جا دارمي يروحوا له عن طريق خور قالوا والله تشوف قال راهو عندي الأخ تاعي والله بن أمي راهو منحاول والبرمين تعطو مبيل وودي ولا شفت الوجه ربي وسدي لما كانش نعطيوك سدي أشاك فما بالكم اللي راهو عنده شركات وعنده مصانع وعنده أراضي وعنده هكتارات وعنده مزارع وعنده فنادق وعنده إذا راهو غير يروح يجيب البارمير يروح يدفع لها الرشوة باسبور باسبور يروح يجيب بوليسي ويدفع لها الرشوة باسبور ما بالكم اللي راهو عندهم شركات كانين ضرب بين شيتاء واللي راهو مذركهما هكذا بخصوا برواهم وبخصوا بشعب الجزائري لكن في المقابل كين الرجال المهم ذركهو هذا سايد واتفليقة إذا كان راهو استغل المنصب نتاع أخوه لكن تأكده بدون القيادة نتاع الجيش ودون القيادة نتاع الأمن والله العظيم ما يقدر يدير حاجة في البلاد وعرف هو باللي راهو الشعب الجزائري في الغالبية نتاعه راهو ورافضه لكن هذا الناس اللي راهو ما يستهدفه في هذا سايد بوتفليقة ما يستهدفه فيه في شخصه راهو ما يستهدفه في المنصب نتاع الرئاسة وراها الآن بدات راهو مكانين اللي راهو يخدموا للأو يحياء واضحة قد ثلاث أشتاء وهذه ليست من الآن راهو قل لكم عليها سعداني في وقت سابق هذه هي الآن وما راهو مدروا هذا ولد عباس وما ناشي عارفين في المستقبل وش راه رايح يكون المهم ذرك المؤشرات راهو بواضحة للعيان باللي راهو هو ما يهيئوا في الأرضية لا يجب أن يستهدفه بهذه قضية تاع سايد بوتفليقة سايد بوتفليقة ليس فائلا في الجزائر وإنما مفعل به هذه باختصار ربما هو عنده هكذا عن سرتم بوفوار بحكم القرى بنته مع أخوه في وقت سابق لما كان أخوه لبس إليه منه قال يهدر معاه وقال هنا رايح ينمديره وكذا 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 ذركه وراه يهدر معاه بالإشارة ركما لباكم بيه باللي راهو تعبان وكذا ذرك ناس بإستخلاف خوه بيزيد أو بعمر وكي الناس في المقابل يحوصوا يهيئوا الأوضاع لاستهداف المنصب هذا الرئاسة ولن تراج هذا يحوص إذن وراه صراع كي الناس حابين هو تستمر الأوضاع باستخلاف شخص وكي الناس حابين يستعيدوا بعض المواقع لأنه راحت لهم يحوصوا يستعيدوها من أجل قال ينحيوا عن طريق وسائل الإعلام مرة لما يحبوا يضايقوا يحرشوا عليك كشما قنات ويبدوهما عندهم وسائل الإعلام من الضغط الذي يضغطوا بها ويصنعوا بها الرأي للأسف الشديد تلقون ناس يخدموا في التيار ودائرين رواحهم هكذا يخطبوا باللي رهم ضد هذه التيار هم يخدموا فيه بالغابة انتهام بالجهل انتهام محدودية الفكر انتهام يخدموا في هذه التيار إذن هذا كل ما في الأمر ناس دائرين ساعد بوتفليقة في زيبل درقين به باختصار غرك كل واحد دول والمستوى انتهاء الفكر انتهاء وكل واحد والمستوى انتهاء الثقافة انتهاء هذه باختصار الكلمة انتهاء تهيتي للجماع إن أصبتوا فمن الله وإن أخطأتوا فمن نفسي ومن الشيطان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته